بيبدأ المسلسل بعد مرور حوالي 97 سنة على حدوث كارثة نووية ضخمة على كوكب الارض واللي اثرت على الكائنات الحية كلها لدرجة انها قتلت معظم الكائنات الموجودة على الارض ووقتها مفضلش عايش غير سكانة نشر دولة واللي كان عندهم اساليب دفاعية قوية ضد الكوارث النووية وقدرت انها تنقذ سكانها بسرعة وبعد كده عاش الباقيين في محطة فضائية بعيدة بمسافة كبيرة جدا عن كوكب الارض عشان يقدروا يحموا نفسهم من ضرر الاشعاع وترجع امينة من تاني زي الاول وبيكون الناس دولة جديدة على المحطة الفضائية واللي بيكون اسمها محطة الارك وبيبقى لها قوانينها وعقوباتها وكل حاجة ولكن بنعرف بعدين ان اقل غلطة على المحطة دي بتكون عقوبتها كبيرة جدا وده لان صعوبة الحياة ونقص الموارد بيخالوا الحكومة مضطرة انها تتعامل بحزم مع اي غلطة ممكن تعرض مستقبل الناس اللي خطر في حين ان اصلا الحكومة ببيبقاش عندها اي فكرة هل الناس فعلا هيقدروا يرجعوا عيشوا على الارض من تاني ولا لا وعالارك بنشوف الشرطة وهي رايحة تقبض على بنت عندها حوالي 17 سنة واللي بيكون اسمها كلارك وبنعرف انها حاليا مسجونة بسبب ارتكابها الجريمة قبل كده وعشان كده هي حاليا موجودة في مكان مشابه للأحداث لحد ما تتم 18 سنة وهيتم اعدامها على طول وبتسغرب كلارك انهم جايين ياخدوها وبتفتكر انها خلاص هتتقدم فبتقول الشرطة ان لسه قدامها حوالي شهر على ما تكمل 18 لكنه مش بيرد عليها وبيحاول واحد تاني انه يلبسها اسورة معدنية من الأساور اللي معاه وعشان كده بيقلعها الساعة اللي هي لفسيها فبتتخانق كلارك معاه وبتقوله ان دي اخر ذكرى معاه من والدها وبعدها بتضرب اتنين من الشرطيين وبتغرب من القضاء بسرعة ويتفاجئ ان الشرطة بتاخد شباب كتير غيرها ومش بتفهم هم عايزينهم في ايه وفجأة بتشوف كلارك والدتها ابي جاي عليها وبتطمنها انهم مش هيعدموها على حاجة لكن بتقولها انها يتم ارسالها هي وتسعة وتسعين شخص تاني للأرض فبتتخد كلارك وده لان الأرض تعتبر لسه غير صالحة للحياة فبتطمنها والدتها وبتقولها ان دي فرصتها الوحيدة للنجاية ولو ما عملتش كده الشرطة هتقدمها على جريمتها بمجرد ما تتمت 18 سنة وفي الوقت ده بيتدخل الشرطي وبيتعن كلارك فرقابتها بالمخدر اللي معاه عشان تبتل مقاومتها ويقدروا ينزلوا مع البقيين وبتفوق كلارك وهي عسفينها الفضائية وبتتفاجئ بويلز صادقها القديم قاعد جنبها لكن كلارك بتتجنبه وبترفض انها تتكلم معاه وبيتارد قدامهم على الشاشة فيديو تسجيل الحاكم الأرك واللي بيكون اسمه جاهة وبنعرف ان جاه هو والد ويلز وبيقول جاهة في تسجيل انهم مش متأكدين اذا كانت الارض صالحة للحياة ولا لا لكن بما انهم كده كده كانوا يتقدموا فقرروا يبعتهم لهناك عشان يجربوا فيهم وبعدها بيبلغهم عن مكان اسمه مونت ويذر وبيقولهم انهم هيلقوا هناك اكل وشرب وحاجات تكاف فيهم لفترة طويلة وبيقولهم ان المكان ده مصمم للحماية من اي مخاطر وبينصحهم يلقوا المكان ده في اسرع وقت قبل ما يموتوا من الجوع وفي الوقت ده بيبدأ اهل الشباب دول في محطة الارك انهم يعتصموا وده لان محدش فيهم كان عارف اللي يحصل لولادهم فبيتجهلهم المسئولين وبيكملوا في التجربة اللي بدأوها وعلى السفينة بنشوف شاب اسمه فين واللي بنعرف ان جريمته كانت انه راح يتمشى في مكان خارج الارك وبالتالي ضيع مخزون شهر كامل من الاكسوجين على الفاضي وبنلاحظ ان كلارك بتحاول انها تتجنب ويلز وبنعرف بعدين ان السبب في ده هو ان والد كلارك تعدم بعد ما اكتشف عطل في الاجهزة اللي بتولد اكسوجين لسكان المحطة وبالتالي عارف ان الاكسوجين مش هيكفي الناس غير لفترة صغيرة جدا ووقتها حاب والد كلارك انه يبلغ الشعب باللي بيحصل فسجل فيديو بيقولون فيه ان الحكومة هتضطر تقدم عدد كبير منهم عشان تحل الازمة دي لكن وقتها المسئولين خافوا من رد فعل الناس فقراروا انهم يعدموا والد كلارك قبل ما ينشر الفيديو وبنعرف ان كلارك ويلز كانوا اصدقاء جدا وعشان كده كلارك بتبقى شكة ان ويلز هو اللي بلغ والده فبتحملوا مسئولية موت والدها وبيقولها ويلز انه عمل جريمة مخصوص عشان يجيبوا لهنا ويقدر يعتذر لها عن العمل ومع ذلك بترفض كلارك انها تسامحوا وبتتجنب التعامل معاه ونعرف ان كلارك بعد كل اللي حصل كانت عايزة تكمل مسيرة والدها وتبلغ الناس باللي والدها عرفوا عشان كده سجنوها لحد ما تتمت 18 سنة ويقدروا يخلصوا منها وفي الوقت ده بنشوف بنت على السفينة اسمها اوكتافيا واللي بتتفاجئ ان اخوها بيلمي معهم على نفس السفينة وبنكتشف ان بقالهم اكتر من سنة ما شافوش بعض بسبب ان اوكتافيا كانت مسجونة وده لانها كانت تاني طفلة الولدها ووالدتها والقوانين هناك بتلزم الازواج لهم يخلفوا طفل واحد بس عشان مشكلة نقص الموارد وعشان كده والدة اوكتافيا بتفضل مخبيها لمدة 16 سنة لحد ما بيشوفها واحد من الحرس وبيسجنها وبيعترف لها بيلمي انه قبل ما يجي الهنا عمل جريمة عشان يقدر ينزل معاهم ويبقى جنبها لكن بيرفض يقول ايه هي الجريمة دي وبعد شوية بتوصل السفينة للارض وبنلاحظ ان كلهم مبسوطين وده لان دي اول مرة ليهم يشوفوا زارع ونباتات من ساعة ما تولده وبيبدأ كل واحد فيهم انه يتجول في المكان وبنلاحظ ان محدش بيفكر في المهام المطلوبة منهم باستثناء كلارك واللي بتكون شخصية مسؤولة وبتقرر انها تروح تدور على ماونت ويذر بنفسها وفي الوقت ده بنشوف واحد من خبراء التكنولوجيا على الارض وهو بيبلغ المسؤول ماركوس انهم فقدوا تواصلهم مع السفينة الفضائية وبيقولوا انهم حاليا ما عندهمش اي وسيلة تواصل تربطهم مع الشباب دول وبنشوف ماركوس وهو بيشكر ابي على فكرة الاساور وبنعرف انهم بيستخدموه عشان يرقبوا الوظايف الحيوية لكل شاب من اللي نزلوا على الارض وعن طريق الاساور بيعرفوا ان يفي اتنين ماتوا وبيخمنوا ان ده حصل بسبب الهبوط العنيف اللي حصل للسفينة بعدما فقدوا تواصلهم معاها وبيلاحظ المسؤولين ان عدد الوفيات اقل من اللي كانوا متوقعينه فبيستنتجوا انه مفيش تلوس اشعاعي لسه موجود على كوكب الارض وده في حد ذاته بيفرحهم جدا وبنروح لكلارك اللي بتعرف من الخريطة اللي معاها ان السفينة نزلت بهم في مكان بعيد عن ماون ويذر وبتستنتج انهم هيحتاجوا وقت كبير على ما يوصلوا لهناك فبتقرر كلارك هيا ويلز انهم يروحوا لهناك ويستكشفوا المكان وبيقترحوا عن ناس ان لو حد عايز يروح معاهم لكن بنلاحظ ان معظم الشباب اللي هناك بيكرهوا ويلز ودلق انه ابن الحاكم وبالرغم من ان الحاكم هو شخص طيب وعادل الا ان كرههم للقانون اللي بيتم بتطبيقه في الارك خلاهم يكرهوا الحاكم واي حد من عيلته وعشان كده بيتخانق واحد منهم مع ويلز وبيضربوا فبيضطر ويلز انه يقعد مكانه وما يروحش معهم لمونت ويذر وبينضم لكلارك 4 افراد تانيين عشان يستكشفوا المكان ويروحوا يجيبوا اكل للباقيين واللي اربعة دون هم جاسبر وشاب اسمه مونتي واللي بنعرف بعدين انه خبير في الاتصالات وفينه اوكتافيا وفي الوقت ده بنشوف بيلمي بعد ما قرر هو ومجموعة شباب انهم يكسروا الاساور المعدنية اللي في ايدهم عشان يفتكر المسؤولين في الارك انهم ماتوا ومحدش يجي غراهم وبكده كل واحد فيهم هيقدر يعمل اللي هو عايزه ومحدش هيحسابهم على جرائمهم وبتستغرب ابي من اعداد الوفيات اللي بتزيد وبتكون شايفة ان لو سبب موتهم هو الاشعاع كان زمان الباقيين كلهم ماتوا وعشان كده بتخمن ان في حاجة غلط بتحصل وفي الوقت ده بتعرف ابي ان الحاكم جهة تعرض لضرب النار فبتكسر القوانين وبتدي له كل اكياس الدم اللي هو محتاجها عشان تقدر تنقص حياتها ونتيجة للي عملته بيعقبها ماركس اللي بيتولى الحكم مؤقتا وبيحكم عليها بالاعدام وبنلاحظ ان القوانين هناك ما فيهاش زار خالص واي حد بيكسرها بيتعدم فورا حتى لو كسرها عشان ينقذ الحاكم نفسه لكن بمجرد ما بيجي وقت تنفيذ الحكم بيفوق جهة من المخدر وبيأمرهم بوقف تنفيذ الاعدام وفي نص الليل بيتهجم بلمي واللي معاه على ويلز وبيكبروا يخلع الاسورة اللي معاه ولما بيرفض بيكتفوه وبيكسروا الاسورة غصبا عنه وتاني يوم بنشوف مجموعة الشباب اللي راحوا عشان يجيبوا الاكل ويتفاجأوا من وجود نهر قدامهم فبتنط اوكتيفيا وهي مبسوطة وابتفضل تعوم لكن فجأة بيطلع لها حيوان مرعب وبيعضها فبينقذها جاسبر اللي معهم بسرعة وبيسحبها من المياه وبعدها بشوية بيوصلوا قدام منطقة مونت ويذر لكن بيكون في قدامهم نهر فبيتطوع جاسبر انه يعدي الناحة التانية الاول عشان يطمنهم لكن بمجرد ما بيوصل لهناك بيترمي عليه سهم حد وبيتعنوا في بطنه فبيطلعوا كلهم يجروا وهم مرعبين وبيتفاجئوا بوجودها هيكل عظمية البشر مرمية على الارض فبتستنت كلارك انه مش هما الواحدهم على الارض وده في حد ذاته بيرعبهم اكتر وفي الوقت ده بيسمعوا صوت جاسبر هو بيصرخ ولما بيرجعوا تاني للمكان اللي الطعن فيه بيكتشفوا ان فيه حد حركوا من مكانه وفي الارك بنشوف ابي وهي بتطلب من جاكسون المساعد بتاعها انه يلاقي اي طريقة يرجعوا يتواصلوا بها مع الشباب دول من تاني وبيلحظوا ان اعداد الوفيات وصلت ل24 حالة واسناء ما هما بيتكلموا بيدخل عليهم جاها وبيتصدم لما بيعرف ان ابنوا من ضمن الوفيات دي كان ابي بتطمنوا وبتقولوا انها متأكدة ان فيه حاجة غلط وانهم ما متوش وعالارض بنشوف كل واحد من الشباب وهو بيحاول يفرد سيطرته على البقين عشان يحكمهم بقوانينه هو لحد ما بينجح بلمي وبيبقى قائد لهم كلهم وبينشوف ويلز واحد اسمه جون وهما بيتخنقوا في الوقت اللي بيوقف في البقين عشان يتفرجوا ويشوفوا مين فيهم اللي هيكسب لحد ما بتوصل كلارك واللي معها وبيحكولهم على اللي حصل وبتقول كلارك ان الخبر الحلو هو ان الاشعاع ما بقاش مميد زي زمان لكن الخبر الوحش وانه مش لوحدهم على كوكب الارض زي ما كانوا فاكرين وبتقولهم ان الحد دلوقتي ما حدش يعرف الناس دي عاملين ازاي ولا ازاي اصلا ناجوا من الكارثة النووية وبتتخنق كلارك معهم بعد ما عرفت ان عدد كبير منهم كسر الاساور بتاعته وبتقولهم ان الارك حاليا ما بقيتش صالحة للحياة واللي هما بيعملوا ده هيخلي الناس تفقد الامل في الحياة على الكوكب هو كمان لكن بلمي بيشجع البقين يكملوا في اللي بدقوا وبيقولهم ان حكام الارك مش بيفكروا غرف نفسهم وعائلاتهم والدليل انهم بعتهم لهنا وهم مش متأكدين اذا كان التلوث الاشعاعي انتهى ولا لا وبعدها بتبدأ كلارك انها تجمع الادوات اللي كانت معهم على السفينة عشان تتحرك وتروح تنقذ جاسبر وبترفض انها تخلي مونتي ينضم ليها وده لانه خابر الاتصالات الوحيد اللي معاهم فبتخاف يحصلوا حاجة ويخسروا وبترفض كمان انها تاخد ويلز بسبب العدوة اللي بينهم وبتطلب كلارك من بلم انه ينضم ليها وده لانه الوحيد فيهم اللي معاه مسدس وجايزة يحتاجوه فبيوصي بلم يشاب اسمه قاتهم على اخته عشان ياخد باله منها لحد ما يرجع وبنعرف ان بلم يقرر يروح معهم عشان يلاقي طريقة يقلع بها كلارك الاسورة اللي في ايدها مش اكتر وبينضم ليهم جون وفن وبيقرروا كلهم انهم يتقسموا المجموعتين عشان يقدروا يلاقوا جاسبر في وقت قال وبعد شوية بيلاحظ فين وكلارك وجود اثار دم على السخور فبينادوا على البقين وبيمشوا ورا الاسور دي لحد ما بيلاوا جاسبر متعلق على شجرة وجسمه مليان جروح فبتجري كلارك عشان تفكوا لكنها بتقع في مصيادة وبينقذها بلمي عن اخر لحظة وبعدها بيروح فين وجون عشان يفكوا جاسبر وينزلوه وفاجأة بيطلع لهم حيوان مفترس شبه الدب فبيستضوه وبعدها بينزلوا جاسبر من على الشجرة وبيرجعوا للمخيم اللي بناه البقين وبياخدوا معهم الحيوان اللي استضوه عشان يسبوعهم نار وبتبقى دي اول حاجة يكلوها من وقت ما وصلوا الارض وبيشوف بلمي اخته وهي قاعدة مع اتوم وبيعرف انهم معجبين ببعض فبيقرر انه ينتين من اتوم وده لانه كان سايبل اخته امانة عشان يحرصها لكنه نسي كل دور طبط بيها فبيعلقوا بلمي على شجرة وبيسيبوا لحد تانيهم وفي الوقت ده بنشوف راجل مقنع واقف قريب منهم وبنعرف انه بيرقبهم عشان يعرف كل تحركاتهم وعلى الارك بنشوف بنت اسمها ريفن واللي بتكون خبيرة في تصليح المعدات وهي بتدور على فين حبيبها وبتكون عايزة قابله وبيقولولها انه محبوس في الحجر الصحي بسبب انتشار نوع فيروس خطير وبترفض ابي تقولها اي حاجة عن حالته فبتقلق ريفن جدا وبتقرر انها تعرف بنفسها وبعد شوية بتكتشف ابي ان ريفن بتتنصت عليها هي وجاكسون وهما بيحاولوا يفهموا العطل اللي بيحصل في الاساور وبيكون جاكسون عايز يبلغ عنها لكن ريفن بتقرر تساعدهم عشان يسامحوها وبيسيبوها تيمشي وبصفاتها خبيرة تصليح بتقولهم ان الشباب دول هما اللي بيحاولوا يكسروا الاساور دي بعد ما عارفوا انها بتوصل اخبارهم للارد فبتعجب ابي برأيها وبعدها بتروح لاجتماع مجلس الحكام اللي هي عضوة فيه وبتقولهم ان اللي بيحصل ده معناه ان سلوك الشباب دول بقى اعلى في اربع ضعف الاول وبنعرف ان حاليا فيه صراع ما بين الحكام وهل هيستنوا يشوفوا نتائج حياة الشباب دول على الارد ولا يبدأوا يعدموا جزء من الناس الموجودة على الارد عشان يوفروا اكسوجين للباقيين وبتحاول ابي تقنعهم يستنوا لكن ماركوس بيكون شخص متسلط وعايز رأي هو اللي يتم فبيفضل يضغط على الحاكم عشان يبدأ يعدم الناس في اسرع وقت ممكن وبعد نقاشات كتير بيقرروا ان كل واحد من اللي قاعدين يقول رأيه ورأي الاغلبية واللي يمشي فبيصوت 3 منهم انهم يستنوا النتائج وبيصوت 3 التانيين انهم يعدموا الناس وبيكون الرأي الفصل لجاوها واللي بعد تفكير كتير بيقرر انه يمتنع عن التصويت وبيدي ابي مهل 10 تيام عشان تثبت هل الارض صالحة للحياة فعلا ولا لا فبتقرر ابي انها تستعين بريفن وبتوري لها كابسولة هروب من الفضاء قديمة وبيضة وبتطلب منها تصلحها خلال 9 تيام بس عشان تقدر تاخدها للارض وتتأكد بنفسها من اللي بيحصل هناك وبالرغم من صعوبة المهمة الا ان ريفن بتوافق ولكن بشرط انها تنزل معها على الارض عشان تطمن على فين حبيبها بعد ما عارفت انه مش محجوز في حجر صحي ولا حاجة ولكن واحد من ضمن المية فبتوافق ابي وبيبدأوا شغل على طول وبنرجع تاني للارض وبتلاحظ كلارك ان جاسبر نبضه ضعيف وحالته خطيرة فمن حالته محتاجة ادوية معينة وإلا يموت وبالليل بتتماشى كلارك في المكان وبتشوف بنت اسمها تشيرلوت وبيتصرخ اسنق نومها فبتفوقها كلارك وبنعرف ان اهل تشيرلوت كلهم اتعدمه ووقتها وهي بتحلم بيهم ومش قادرة تنساهم وفي الوقت ده بنشوف بنت اسمها ترينا وحبيبها باسكال وهم تايين وسط الاشجار وبتكون ترينا بدأت تخاف فبيطمنها باسكال وبيوعدها انهم هيوصلوا للباقيين في اسرع وقت لكن فجأة بتيجي عليهم عصفة جوية واللي بنعرف بعدين انها عصفة من الاشعاعات وبتغطي المنطقة كلها وتاني يوم بيعرف الباقيين بغيابهم وبيقرر بيلمي انه يروح يصطدق اي حاجة تانية يكلوها وبالمرة يدور عن مفقودين في طريقه يمكن يلاقيهم وفي الوقت ده بتكتشف كلارك ان كل الجروح الموجودة في جسم شاسبر في حد حاول يعالجها قبلها وبتستغرب جدا هم ليه تعانوه وبعدها حاولوا انهم ينقذوه بتفضل كلارك تفكر لكنها مش بتوصل لحاجة وبنشوف اوكتافيا وهيرايحة لقيتهم وبتطلب منه انهم يستكشفوا المكان سوا لكنه مش بيرد عليها فبتجري اوكتافيا على اخوها وبتسأله هو عمل في ايه بالزبط فبيقول لها بيلمي انه دفعه تمن غلطته مش اكتر وبتستخدم كلارك الالات الحد اللي معاها وبتحاول انها تشيل اثار الانسجة اللي تلوست من جسم جاسبر عشان تحميه من اي اصابة فبيتخانق معها بيلمي وبيقول لها انه صوت صريخه مسابب خوف لباقي المجموعة وبيكون بيلمي عايز يقتله عشان يرتاحه لكن كلارك بتمنعه بتقوله انها مش هتسمح له اعمل كده ابدا فبيسيبها بيلمي تعالجه لكن بيهددها انه لو ما خفش لحد تاني يوم هيجي يقتله بنفسه وبالرغم من الاسوأ اللي بيتعامل بها بيلمي مع كل اللي حواليه الا انه اكتفي اخته بتكون عكسه تماما وبتبقى خايفة على جاسبر جدا في الطريق بتقابلهم عربية مدفونة وسط الطربة فبيفتحها فين وبيبقى عايزة استكشفها لكن كلارك بتتخانق معاه وبتفكروا بجاسبر اللي ممكن يموت في اي لحظة لو تأخروا عليه وفي الوقت ده بيكون بيلمي واللي معاه خرجوا عشان يستودوا وفجأة بيلاو قدامهم شيرلوت وبتقولهم انها قرارت تبعد عن البقيين وده لانها خايفة من صوت صريخ جاسبر فبياخدها بيلمي معاهم وبيقرر انه يعلمها الصيد ويخليها تسعيدهم وفي الوقت اللي بتلاقي فيه كلارك واللي معاه نبات بيستخدم كمضاد حيوي بتهيجي معاهم العاصفة الاشعاعية وبتحوط المكان كله فبيجروا كلهم يستخبوا في العربية اللي شافوها وبيسدوا كل المنافذ اللي ممكن يدخل منها الهواء وفي نفس الوقت بتستخبى شيرلوت واللي معاها في كهف موجود في الصخر لكن قبل ما يوصلوا لهناك بيتخبط ايتهم وبيوها عالارض فبيضطروا انهم يمشوا ويسيبوه وبتبات كل مجموعة في مكانها وتاني يوم بيكتشفوا ان العاصفة انتهت فبيخرجوا من اماكنهم عشان يرجعوا للباقيين لكن شيرلوت بتتفاجئ بايتهم مرمي على الارض وجسمه بيبقى مليان حروق بسبب الاشعاع وبيترجاهم ايتهم انهم يقتلوا عشان يرتاح من القلم فبتتعطف شيرلوت مع حالته وبتدي البلامي السكنة اللي معاها عشان يقتله هو لكن كلارك بتوصل في الوقت المناسب وبتقرر ان هي اللي هتقتله عشان تريحوا من عذابه وبمجرد ما بيرجعوا للباقيين بتنهر اوكتيفيا لما بتعرف بموت ايتهم حبيبها وبتاخد كلارك الدول اللي لقيته وبتجري تديل جاسبر عشان يخف وبعدها بتروح كلارك تتكلم مع ويلز وبيعترف لها ان مش هو اللي قال له والده على خطة والد كلارك ولكن والدتها ابي هي اللي عملت كده فبتتصدم كلارك لما بتعرف الحقيقة وبتعتذر له انها ظلامته طول الفترة اللي فاتت وكانت بتعمله وحش في نص الليل بيفوق جاسبر وبيشكرهم على كل اللي عملوه عشان ينقذوا حياته وفي الوقت ده بيكون ويلز سهران في نوبة حراسة وبتروح شيرلوت عشان تقعد جنبه وبتقوله انها شافت كابوس تاني من كوابيسها وبتصرحوا ان والده هو الشبح اللي بيطلع لها في الكوابيس من يوم قتل والدها وعشان كده بتقرر شيرلوت انها تقتل ويلز بالسكنة اللي معيها وفعلا بتتعانوا بيها لحد ما بتتأكد انه مات وبتنهر كلارك لما بتشوف جسيته وبتفتكر ان الارضيين اللي معاهم هما اللي قتلوه وفي الوقت ده بتقرر تعاقب والدتها بعد ما عارفت ان هي السبب في اعدام والدها فبتروح لمونتي وبتخليه فك السور بتاعها يا كمان عشان تفتكر والدتها انها ماتت وتحزن عليها وبيقولهم مونتي انه لقى طريقة وقريب قوي هيقدر يرجع التواصل ما بينهم وبين الارك من تاني وبتبدأ المجموعة تبني صور حواليها عشان يحموا نفسهم من اي خطر سواء من الاشعاع او من الارضيين وبعد فترة بنشوف جاسبر واوكتيفيا وهم بيتمشوا في المكان وبيلاقوا قدامهم قال حد مرمية في نفس المكان اللي لقوا فيه جوسة ويلز وبتلاحظ كلارك انها مصنوعة من نفس مادة السفينة الفضائية اللي جم بيها فبتستنتج ان اللي قتل ويلز هو واحد منهم وبتشوك كلارك ان الواحد ده هو جون وبتروح عشان تتخانق معاه فبيقترح واحد من الوقفين انهم يقتلوه وبيقيدوا معظم الموجودين فبيمسكوا جون وبيعلقوا على شجرة وفي الوقت ده بتضطار تشيرلوت انها تتدخل وبتعترف لهم انها اللي قتلت ويلز بنفسها فبيتصدم كل الموجودين وبياخدها كلارك وفين وبيلامي على المخيم عشان يسألوها هي ليه عملت كده وبيتفق جون واللي معانهم يقتلوها ولكن بمجرد ما بيدخلوا عليها المخيم بيكون فين وكلارك هربوها وبياخدهم فين على قوضة مبنية تحت الارض وبيفضل كلهم مستخبين هناك طول اليوم لكن تشيرلوت بتصحف نص الليل وبتقرر انها تسلم نفسها عشان محدش يتئذي بسببها فبتهرب تشيرلوت من القوضة وبيشوفها بيلامي وهي بتجري فبياخدها وبيحاول انه يخبيها لكن جون واللي معاه بيشوفوه وبيهددون انهم هيقتلو كلارك لو مدلهمش تشيرلوت فبتقرر تشيرلوت انها تنتحر وفعلا بترمي نفسها من فوق الجبل وبتموت وفي الوقت ده بيتفق كل الوقفين انهم لازم يحطوا قوانين عشان يقدروا يرجعوا لها لو حد منهم غلط وبيقترحوا ان اول حاجة لازم يعملوها دلوقتي هي انهم يعقبوا جون على تصرفاته وبيتفقوا للعقاب وانهم هيسيبوه مرمي في مكانه وبيهددوا بيلامي انه لو فكر يقرب من المخيم تاني هيقتله وبنروح للارك وبنشوف ريفن وهي شغالة على الكابسولة الفضائية وبتعرف ابي ان ريفن خلاص قربت تخلص فبتفرح انهم هينزلوا للارض اخيرا عشان تطمن وتعرف اذا كانت بنتها عايشة فعلا ولا لا لكن في الوقت ده بيعرف ماركوس بخطتهم وبيكون في طريقه ليهم عشان يعقب ابي وده اللي انها بتاخد قرارات من نفسها وبتعرف ابي انه جاي عندهم فبتتفق مع ريفن انها تشغل الكابسولة وتنزل لوحدها عشان يلحقوا يتصرفوا قبل ما ماركوس يعرف كل حاجة ويمنعهم وبتوعدها ريفن انها هتلاقي وسيل التواصل معها من الارض وهتبعت لها كل اخبار المجموعة من هناك وفي الوقت اللي بيوصل في ماركوس لعندهم وبيؤمر اللي معانهم يعتقلوا ابي بتكون ريفن قدرت انها تشغل الكابسولة وتحركت بيها في طريقها للارض وفي نفس الوقت بنشوف جاسبر هو بيحاول انه يتواصل مع الارك عن طريق الاساور المعدنية لكن من غير ما يقصد بيعمل غلطة بتخلي كل الاساور اللي معهم تفصل في نفس الوقت وبيظهر على شاشات الارك انه كلهم ميتوا وفي الوقت ده بتقل مستويات الاكسوجين من الارك كلها وعشان كده بيتم اطلاق سراح ابي بصورة مشروطة عشان تعالج الناس اللي بدأت انها تتصب تسمهم في جهازهم التنفسي وبيقولها جهة ان المجلس وافق على اعدام 320 شخص من الناس اللي معاهم عشان يقللوا عدد السكان ويقدر البقين يعيشوا وبعدها بيروح ماركوس عشان يتكلم مع جهة وبيقوله ان المجلس حد طريقة الاعدام هتكون عن طريق فصل الاكسوجين اللي متوصل بالعنبى الرقم 17 لحد ما يتخانق الناس ويموتوا فبيفاجئوا جهة وبيقوله انه قرر يحبس نفسه مع الناس دي عشان يموتوا هو وسطهم وفي الوقت ده بتوصل الكابسولة للارض وبيشوفها مجموعة الشباب وهم صهرانين فبيقرروا انهم يروحوا للمكان اللي نزلت فيه عشان يتأكدوا من اللي موجود جواها قبل ما يلاقيها حد تاني من سكان الارض لكن بيلمي بيمنعهم وبينصحهم يستنوا لحد الصبح عشان ما يبقاش في اي خطر عليهم وبمجرد ما بيقنعهم بيلمي بوجهة نظره بيتسحب هو لهناك عشان يشوف مين بالضبط اللي في الكابسولة وهل معايا وسيل التواصل مع الارك ولا لا وبنعرف ان بيلمي هو الشخص الوحيد اللي عايز يقطع اي وسيل التواصل مع الارك عشان محدش منهم يجي للارض تاني فبتجري وراء اخت اوكتفيا وبتسأله وبيعمل كده ليه وبيعترف لها بيلمي انه قبل ما ييجي معاهم هو اللي ضرب نار على جاها وده لان فيه نقيب هناك طلب منه يعمل كده وبيسيبها بيلمي وبيكمل في طريقه وفعلا بيوصل عند الكابسولة وهناك بيلاقي ريفن فقد الوعي فبيستغل الفرصة وبيسرق جهاز الاتصال الوحيد اللي معاها وبيرمي في البحيرة وبعدها بشوية بيوصل كلارك وفين وما كمال الكابسولة وبتحكي لهم ريفن على كل اللي حصل وبتقولهم ان النهاردة هيتقدم حوالي 300 شخص بسبب نقص الاكسوجين وبتعرفهم ان الفرصة الوحيدة لانقاذهم هي انهم يبلغوا الارك ان الارض طلعت صالحة للحياة وبتجري ريفن عشان تجيب جهاز التسجيل لكنها بتكتشف انه تسرق فبيروحوا كلهم وراء بيلمي وبتحكي لهم ريفن على جريمته وبتبلغوا من الحاكم تم انقاذه ولسه عايش لحد دلوقتي وبعد مناقشات كتير بيعترف لهم بيلمي عن المكان اللي رمى فيه الجهاز فبيروحوا لهناك وبتعرف ريفن انه هيحتاج نص يوم على الاقل عشان يتصلح وبنروح لأوكتيفيا اللي بتكون وقفة لوحدها في الغابة وفجأة بتحس بحركة غريبة حواليها فبتجري بسرعة لكنها بتتخبط في صخرة وبتقع تفقد الوعي وبعدها بشوية بتفوق وبتشوف جنبها رجل ضخم وبتفهم ان ده واحد من سكان الارض الموجودين من قبلهم وعلى الارك بتكون ابي عرفت ان جاه عايز يضحي بنفسه ويموت مع تلتمية شخص وعشان كده بتقرر انها تقفل على نفسها قط التسجيل وبتعرض الفيديو اللي كان بيحكي فيه زوجها عن اللي عرفه وبتقول على خطة الحكام انهم يقتلوا الشعب فبيجري ماركس وجنوده عشان يمنعوها لكنها بتكون خلصت وحكت للشعب كل حاجة وبعدها بيحصل حاجة غريبة وهي ان عدد كبير من سكان الارك بيقرروا يتطوعوا ويضحوا بنفسهم في سبيل ان اهلهم يعيشوا وبيطر جاه وماركس انهم يوفقوا على الفكرة دي وده لان ما فيش قدامهم حل تاني وبينجح ماركس انه يقنع جاه ما يموتش معاهم وده لان الارك محتجله حاليا ومحدش غيره هينفع يكون حاكم فبيقتنع جاه وبيسلم على المتطوعين واحد واحد قبل ما بيدخل كل حد فيهم للقودة المعزولة اللي بيفصلوا فيها عنهم الاكسجين وبيموتوا وفي نفس الوقت بتكون ريفن قدرت تقنع كل المجموعة انهم يطلقوا كل السواريخ اللي معاهم يمكن توصل الارك ويفهموا ان الارض صالحة للحياة لكن قابي بتشوفي السواريخ بعد ما بتتقفل الغرفة على 300 شخص وبيبقوا خلاص ميتوا وبتفوق اكتفيا في نص الليل وبتلاقي نفسها مرمية في مكان تحت الارض وبعدها بشوية بتكتشف ان الجرح اللي في رجلها تعالج فبتخمن ان الراجل اللي جابها لهنا هو اللي علاجها وبتحاول انها تدور على مخرب لكنها بتفشل فبتفتح فتحها صغيرة وص الصخور وبتهرب منها للغابة وفي الوقت ده بيكون بيلم يحس بيغيابها فبياخد معا مجموعة شباب وبيخرجوا كلهم عشان يدوروا عليها واسناء ما هما في نص الطريق بيلاقوا واحد منهم اتسحب فجأة بيوع وهو مدبوح وبيكتشفوا ان فيه مجموعة اشخاص مقنعين محوطينه من كل حتة وبيخاف بيلمي واللمعاه وبيجروا كلهم سوا لكن الارضين بيفضلوا محوطينهم وبيتعانوا اتنين تاني منهم عن طريق الرماح وفي نفس الوقت بتكون اكتفيا وصلت لنفس المكان وبتلمح بيلمي واللمعاه وهما وقفين قريب منها فبتحاول انها تنادي عليهم لكن فجأة بيظهر الشخص اللي انقذها وبيبعدها بسرعة عن المكان ده وبنفهم انه عايز يحميها من الاشخاص دول فبتشكر اكتفيا وبتحاول تسأله هو مين وبيعمل معا كده ليه لكنه مش بيرد على اي سؤال فبتخمن انه مش فاهم لغتها وبيرجع الراجل لنفس المكان اللي كانت فيه لكن المراضي بيربطها بسلاسل عشان ما تحاولش تغرب منه تاني فبتستغل اكتفيا فرصة انه قريب منها وبتضربه بالسلسلة في وشه وبتخليها فقد الوعي وبعدها بتسرق المفتاح اللي في ايده عشان تفك نفسها وفي نفس الوقت بيكون بلمي واللي معاه قدروا انهم يحددوا مكانها وبتفرح اكتفيا انها اخيرا لقيت اخوها وبيفكها بسرعة عشان يمشوا من المكان وبيستغل فن الفرصة وبيقرب من الراجل اللي لقوه عشان يحاول يعرفه مين لكن فجأة الراجل بيفوق وبيطعن فن بالسكنها اللي معاه فبيضرب منت الراجل على راسه وبيشيله فنه وبيرجعه للمخيم من تاني بسرعة وبتحاول كلارك انها تنقص فن لكنها بتكتشف ان اصابته خطيرة وبتقولهم انها مش هتقدر تعمل كده بدون مساعدة والدتها وعشان كده بتطلب من ريفن انها تصلح الجهاز في اسرع وقت عشان يقدروا يتصلوا بيها وبتبدأ ريفن تصلح في الجهاز وفي الوقت ده بيقبط بيلم يقول معاه عن الراجل الغريب وبيجبول المخيم قدام كل الناس وبيقول بيلم انه مش هيسبوله لما يعترف لهم على كل حاجة وبعدها بياخدوا القضة فاضية وبيكتفوا من ايديه وبيحاولوا انهم يستجوبوا لكنهم مش بيرد عليهم وبيرفض انه يقول اي حاجة وبعدها بشوية بتنجح ريفن في تصلح جهاز الارسال وفي الوقت اللي بتكون في قابي بتتحاكم بسبب العملته بتجيلها اشارة من ريفن وكلارك انهم محتاجين مساعدتها فبيفهم كل سكان الارك ان الارض صالحة للحياة وان الميت شخص اللي نزلوا لسه عايشين وان الناس اللي اتطوعت وماتت ماتوا هادر وفي قسط زهول كل الموجودين بيعرف جهاز ابنه مات فبينهار وبيسيب قابي تساعدهم وبيمشي وبتبدأ كلارك انها توصف حالة فن لولدتها بالتفصيل عشان تساعدهم وبيستنتج جاكسون مكان الطعنة وحجم الضرر اللي فن اتعرضله وبيشرحوا لكلارك تعمل ايه بالضبط لكن فجأة بتحصل عصفة قوية على الارض وبتسبب خلل في جهاز الاتصال وبعدها بشوية بتهدى العصفة وبيرجع الارسال من تاني وبفضل تعليمات ابي بتنجح كلارك انها تخرج السكينة من جسم فن وتنقذه وفي الوقت ده بيبدأ بلا منه يفتش المتعلقات الشخصية للرجل اللي لقوه وبيكتشف ان معا مذاكرة كاتب فيها عددهم وعدد اللي ماتوا منهم لحد دلوقتي وبيلوق كمان صورة هو رسمها لأكتفيا فبيخمنوا انه معجب بيها لكن محدش بيعلق على الموضوع وبيشوفوا معا امصال مختلفة لكنهم مش بيفهموا بيستخدمها لإيه بالضبط وبعد شوية بيتعب فين تاني وبتستند كلارك ان السكينة كان عليها سم وجسم فن حالين تسمم فبتجرب صورة على الراجل الغريب وبتسأله عن نوع السم عشان يحاولوا انهم ينقذوه لكنه برضو بيرفضوا انه يتكلم وبيوري لها بلمي الأمصال اللي لقوها وبيفضل يعذب في الراجل لحد ما يقولهم أنهي مصل فيهم هو الصح وبتبقى اكتفيا مش موافقة على اللي بيحصل وبتفكرهم ان الراجل ده هو اللي أنقص حياتها لكن محدش بيهتم بكلامها وبالرغم من كل أدوات التعذيب اللي بيستخدمها بلمي معاه إلا انه برضو بيرفض يتكلم فبتقرر اكتفيا انها تجرح نفسها وبتروح لعند الراجل الغريب وبتورره الجرح وبتفاهمه أنه لو ما تكلمش بسرعة هتفضل تنزف لحد ما تموت وفي اللحظة دي بيقرر أخيرا أنه يتكلم وبيشاور لهم على واحد من الأمصال اللي كان محتفظ بيها فبتاخد كلارك المصل بسرعة وبتدي الفن وبعدها بشوية بيفوق فعلا وبيبقى كويس وفي الوقت ده بيعتصم سكان الأرك بسبب إحساسهم بالزمد بعد موت 300 شخص بالرغم من أن الأرض طلعت صالحة للحياة فبيعتذر لهم جهة عن كل اللي حصل وبيوعدهم أنه بعد شوية هيعمل اجتماع يشرح لهم فيه كل اللي حصل وبتكون دي أول مرة يحس فيها ماركوس بالزمد وبيبقى ميداق من نفسه أنه ما صدقش كل العلامات اللي كانت بتدل على وجود حياة على الأرض وبعدها بيطلع المسؤولين عشان يتكلموا مع الشعب وبيعتذر لهم جهة نيابة عن المجلس وبيحكي لهم كل اللي حصل بالتفصيل وأثناء ما هو بيتكلم بيتأثر جهة وبيقول لهم أنه هو كمان فقد ابنه في الظروف دي مش هما بس اللي خسروا أهليهم وعشان يطمنهم بيقرر أنه يعين واحدة اسمها ديانا كنائبة ليهم وبيضمها للمجلس عشان تتكلم بصوت الشعب فبيفرح سكان الأرك جدا وبيشكروه وبعدها بيجتمع جهة بأعضاء المجلس وبيقول لهم أن المشكلة الحالية هي أن عدد سكان الأرك حوالي 1200 شخص لكن السفن الفضائية مش هتكفي ل700 شخص بس وبعدها بتتكلم كلارك مع والدتها وبتصريحها بكل اللي قرفته عنها وبتسأل والدتها هل هي فعلا اللي بلغت عن خطة والدها زمان ولا لا فبتنهر أبي وبتقول لها أنها كانت بتحكي للحاكم ودل إنه صديق جوزها وما كانتش فاكرة أنه هو يحكم عليه بالإعنام ويقتله ومن الوقت ده بتقطع كلارك والدتها وبترفض أنها تتكلم معانه هيئي وبعدها بنشوف جهة وهو بيتكلم مع كلارك وبيسألها عن كل اللي حصل معاهم من وقت ما نزله على الأرض وبيوعدها أنه قريب جدا هيبدأ خطة إخلاء الأرك وهينزلوا يعيشوا معاهم في الأرض وبيقول لها جهة على مكان مخزون هيلاقوا فيه كل الحاجات اللي محتاجينها وبيقول لها أن ده مخزن قديم وتصمم عشان الظروف اللي زي دي وبعدها بيبدأ أهل كل شاب من الأرك إنه يتواصل مع ابنه عشان يتطمن عليه وبنشوف شاب اسمه داكس وهو راح يكلم والدته لكن بيتفاجئ إن النقيب شموي هو اللي بيكلمه وبيقوله النقيب إنه هو يارد عليه صفقة ولو ما وفقش عليها مش هيشوف والدته تاني والصفقة هو إنه يقت البلمي ويخلصهم منه في أسرع وقت فبيتوتر داكسه ومع ذلك بيخاف على والدته فبيضطر إنه يوافق وبنعرف إن النقيب ده هو اللي حرد بلمي إنه يقتل جهة قبل كده وعشان كده دلوقتي عايز يخلص من بلمي عشان ما يعترفش عليه في الوقت ده بتقرر كلارك إنها تاخد بلمي معاها ويروح يدوروا على المغزن وبعدها بشوية بيلقوا وبيكتشفوا إنه مليان أسلحة بأنواع كتيرة ومختلفة فبتقول كلارك إنهم لازم يستخدموا عشان يحموا نفسهم من خطر الأرضيين وبيقراروا يرجعوا بكمية كبيرة منهم للمخيم وأثناء ما هم واقفين بتكتشف كلارك إن بلمي سرق أكل كتير وكان ما قرر إنه يهرب قبل ما يوصل جهة للأرض ويعدمه وفي نفس الوقت ده بيبدأ كل الشباب يدوخوا ويجي لهم تهيوات وبنفهم إنهم أكلوا من نبات غلط وهم مش عارفين أضراره فبتستغل لأكتافيا الفرصة دي وبتروح تهرب الشخص اللي هم خطفينه بسرعة وبتديله كمان لبس عشان يتنكر والأول مرة بيتكلم الراجل معاها وبنفهم إنه بيتكلم إنجليزي عادي وبيقول لها الناس مولانكلن وبيصراحها إنه هو واحد من الأرضيين اللي كانوا بيتاردوهم لكنه بيبقى مش موافق على مبادئهم وعشان كده كان بيحاول ينقذ أكتافيا منهم وبنرجع لبلامي اللي بيخرج من المغزن وأثناء ما هو بيعاني من هلاوس بصرية بيظهر قدامه داكس وبيكون جاي عشان يقتله لكن كلارك بتدخل في الوقت المناسب وبينجح لاتنين إنهم يقتله داكس ويخلصوا منه وبعدها بنشوف كلارك وهي بتتفق مع بلامي على خطة جديدة وبتقنعه إنه مايهربش وبتوعده إنه جاه أكيد هيسامحه وبعدها بيرجع لاتنين على المخيم بالأسلحة للقوها وبيروحوا عشان يتواصلوا مع الحاكم جاه وبيعترف بلامي عن النقيب شاموي اللي ادالوا السلاح قبل كده عشان يقتله وبعدها بيطلب من جاه أنه يسمحوا على الجريمة اللي عملها فبيوافق جاه وبيسقط عنه التهمة وبيقوله إن من دلوقتي محدش هيقدر يكلمه وفي نفس الوقت بيعرفوا إنه لين كل نهرب لكن ما بيعرفوش من اللي يساعدوا على ده ومع ذلك بيتأكدوا إن الأرضيين برضو مش يسيبهم في حالهم وعلى الأرك بنشوف النقيب شاموي بعد ما بيتم القبض عليه وبيتحبس في سجن لوحده وبعدها بتروح ديانا وجنودها وبيتعنوا وبيحطوا جنبه قطعة إزاز عشان الناس تفتكروا إنه انتحر وبنفهم إن ديانا هي اللي كانت بتأموره بقتل جاه قبل كده وعشان كده بتحاول تحمل نفسها دلوقتي عشان محدش يعرف حقيقتها وبيكتمع جاه بعدد كبير من سكان الأرك وبيبلغوا من أول سفينة هتنزل للأرض بعد يومين فبيفرح الناس جدا وأثناء اللي احتفال بتحصل حاجة مش متوقعة وهي إن ديانا بترمي قنبل على غرفة الاجتماعات وبتفجرها وبيموت حوالي خمس أشخاص من الموجودين وبيتصاب عدد كبير من البقيين وبعدها بتقنعهم ديانا إن اللي عمل كده هو شخص اسمه ريدلي وده لإن زوجته كانت من ضمن اللي اتطوعه عشان يموته ومن وقتها هو متضايق وحزين عليها وفي الوقت اللي بينشاغل فيه ماركوس وجهة بالتحقيق مع ريدلي بتستغل ديانا الفرصة وبتركب هي والمساعدين بتوعها في السفينة الفضائية وبتعرف إنهم عملوا كل ده عشان يسرقوا السفينة وينزلوا للأرض أو الناس وبيحاول جهة وماركوس وباقي الجنود إنهم يفتحوا باب السفينة لكن بيفشلوا وبتتحرك السفينة في اتجاهها للأرض والمفاجأة إنهم بياخدوا أبي معاهم عشان لو يحتاجوها في أي حاجة وفي الوقت ده بتتسحب أكتافيا عشان تقابل لينكلن في المكان اللي هو مستخب فيه ومع الوقت بتتطور علاقتهم وبتحصل بينهم علاقة وبعدها بشوية بيشوفهم فين وهما مع بعض فبيستنتج إن أكتافيا هي اللي هربته وبيعرض على لينكلن إنهم يعملوا اتفاق مع الأرضيين عشان محدش فيهم يعتدي على حقوقي التاني وبيقولهم لينكلن إن الاتفاق ده لازم يتم مع القائدة بتاعتهم وهم كمان يجيبوا كلارك قائدتهم عشان يتفقوا على شروط الصفقة دي وبتتردد كلارك لما بتعرف لكن بعدها بتوافق وبتفق مع بلامي إنه يرائبهم عشان لو الأرضيين غضروا بيهم ورفعوا السلاح يكونوا جاهزين لأي حاجة فبيستعين بلامي بجاسبر وريفن وبيروحوا وراهم وبتسلم كلارك على قائدتهم أونيا واللي بتكون شخصية حزمة وأثناء ما كل واحد بيعرض طلباته بيلاحظ جاسبر إن الأرضيين معهم أسلحة وبيجهزوها عشان يضربوا كلارك واللي معاها فبيطلع بلامي سلاحه وبيضربوا الأرضيين بسرعة وبتنجح كلارك واللي معاها إنهم يهربوا من المكان وأثناء ما هم بيتكلموا بيلحظوا السفينة الفضائية وهي في طريقها للأرض لكن بيحصل خلل وابتوها على الأرض تنفجر فبيجروا كلهم على هناك وبيكتشفوا إن كل اللي كانوا جواها مات وبتكتشف ريفن إن السفينة عليها مواد متفجرة فبتحذر كل اللي معاها وبتنصحهم يبادوا عن المكان ده في أسرع وقت وبعدها بشوية بيحس واحد من الشباب بحركة حوالين المخيم ولما بيركز بيكتشفوا إن جون رجع اللي عندهم من تاني لكن جسمه بيبقى مليان أثار تعزيب فبتاخدوا كلارك الجوة عشان اللي حصلوا وبيعرفوا إن الأرضيين كانوا محتاجينه وخادوا منه كل المعلومات اللي هم محتاجينها وبعدها بشوية بيبدأ يظهر عليهم كلهم أثار عدوى فيروس خطير وبيظهر على المصابين أعراض كتير منها نزيف الأنف والدوخة والتعب فبتستنت كلارك إن الأرضيين ساب وجون يهرب عشان يرجع لهم بالمرض وبكده يكونوا خلصوا منهم كلهم وبتتوع أوكتيفيا إنها تروح لحبيبها لينكلن عشان تسألوا عن علاج المرض ده إنه بيقولها إنه مالوش علاج وبيطمنها إنه مرض غير مميت لكن الأرضيين عملوا كده عشان يضعف غويتهم ويهجموا عليهم يقتلوهم فبتعرف منه أوكتيفيا معادل هجوم وبتجري عشان تبلغ باقي المجموعة فبيفكروا إنهم يفجروا الجسر اللي بيربط ما بينهم وما بين الأرضيين وبتتوع ريفن إنها تروح عنده حطام السفينة وفعلا بتجيب القنابل من هناك وبتجاهزها وفي الوقت اللي بينتشر في المرض ما بين كل الشباب المخيم سحب ريفن في نص الليل وبتروح عند الجسر عشان تفجروا لكن بتظهر عليها أعرض الإصابة بالفيروس هي كمان ومش بتقدر تعمل حاجة وبيوصل فين وجاسبر واللي بيكونوا جايين وراها عشان يساعدوها وبيشيلها فين وبيرجعها للمخيم عشان تتعالج أما جاسبر فبمساعدة مونتيلي بينجحوا إنهم يفجروا القنبلة وبكده يكون الجسر تدمر وعطلوا حركة الأرضيين لفترة صغيرة وبتروح أوكتافيا عند لينكل عشان تشكره فبيعرض عليها تهرب معاه ويروحوا المكان بعيد يعيشوا معايا قبيلة تانية وبالرغم من حب أوكتافيا ليه إلا إنها بترفض وبتقوله إنها مش هتقدر تسيب أهلها وتمشي وبتلاحظ ريفن إن فين مهتم بكلارك وبتفهم إنه معجب بيها فبتدائي إنها عملت كل ده عشانه وفي الآخر سابها وراح لكلارك وفي نص ليل بيستغل جون إن كل اللي في القوضة بتاعت العزل نايمين وبيروح لعنده واحد من اللي حاولوا إنهم يقتلوا قبل كده وبيخنوه لحد ما بيموت وبيعاد يومين وبيكون الشباب مستغربين إن محدش من الأرضيين حاول إنه يهجم عليهم من تاني فبيبدأوا إنهم يعيشوا حياتهم عادي وبتطوع أوكتافيا إنها تسوي كل الحوم الحيوانات اللي جمعوها لكن بعدها بشوية بتحصل حريقة في المكان وبيفقدوا كل الأكل اللي معيهم فبتقولهم كلارك إن بالرغم من خطورة المكان إلا إنهم لازم يتوزعوا في أماكن مختلفة ويبدأ كل حد فيهم يتعلم الصيد عشان ما يموتش من الجوع فبيتقسموا المجموعات وبتروح كل مجموعة منهم لمكان مختلف وواحد من المجموعات دي بتكون مكونة من كلارك وفين وشاب تالي تسمو مايلز وأثناء ما هما بيتماشوا في الغابة بيحسوا بحركة غريبة حواليهم فبيفتكروا إنه حيوان للصيد وبيجهز كل واحد فيهم أدواته لكن فجأة بيتري معلوم سهم من بعيد وبيسيب مايلز وبعدها بتوصل أونيا قائدة الأرضيين مع مساعدها الشخصي وبتدرب كلارك وفين على راسهم لحد ما بيفقدوا الوعي وبيفوقوا بعدها في مكان غريب وبتوري لهم أونيا واحدة من فريقها واللي بيكون اسمها تريس وبتقولهم إنها تعرضت للإصابة أثناء تفجير القنبلة وبعدها بتواجه أونيا كلامها لكلارك وبتقولها إن الطبيب الوحيد اللي معهم ماشي وبتهددها إنها لو ما قدرتش تنقص تريس هتقتل فين قدام عينيها فبتبدأ كلارك إنها تفحص حالتها وبتعرف إنها نتيجة لانفجارة جمعة السوائل في الرئة وهي لسه بتلاها اختناء وبتبدأ كلارك في علاجها وبتفتح الجرح في جنبها الشمال عشان تخرج كل السوائل دي لكن قوينها بتدخل عليهم وبتفتكر إنها بتعمل كده عشان تقتلها فبتطمنها كلارك وبتقول لها إن دي الطريقة الوحيدة لعلاجها وبعدها بشوية بيكتشفوا إن تريس نزفت كتير من دمها فبيتطوع فين ويتبرع لها بالدم وأثناء ما كلارك بتعمل كده فعلا بيقف تنفس تريس فجأة وبتموت وفي الوقت ده بتتدائقون يا جدا وبتؤمر واحد من مساعدنا إنه ياخد فين لبعيد ويقتله وبتنهار كلارك وبتحاول تمنعهم لكنها بتفشل وبعد شوية بتقدر كلارك إنها تضحك على الحارس اللي معها وبتضربه وبتجرب سرعة الغابة لكن بعد ما بتمشي شوية بتقع في فخ وبتفضل متعلقة وفي الوقت ده بتكون المجموع حسد بيغيابهم فبيخرج بيلمي وأكتافيا وكذا حد تاني معهم عشان يدوروا عليهم وبيلاو ميلز مرمي في الغابة وبيحكي لهم عن كل اللي حصل وأثناء ما هما بيتكلموا بيكتشفوا إن فيه واحد من اللي معهم اختفى وعلى الأرك بنشوف ماركوس بعد ما فاء وبنعرف إن بسبب اللي عملته ديانا خلت الأرك تفقد نسبة كبيرة من الأكسوجين اللي عندها وبدأت الناس اللي عليها يتخنقوا أكبر قدر ممكن من الناس وياخدهم لغرفة الطعام وبيقولوا إنه هيستخدم الأكسوجين اللي باقي على الأرك وهيوجهه للغرفة دي بس فبينقذ ماركوس الناس اللي لسه عايشين وبيوديهم لغرفة الطعام لكنه بيرفض يسيب جهة وبيرجع هو وكذا شخص تاني عشان ينقذوهم وبعد المحاولات كتير بينجحوا إنهم يفتحوا بوابط القوضة وبينقذوهم وبعد التحريات بيكتشفوا إن نتيجة اللي حصل مات أكتر من 1500 شخص من سكان الأرك وبنعرف إن كل دا حصل بسبب ديانا وخطتها وفي الوقت دا بيكتشف واحد من العاملين إن السفينة اللي خرجت بها ديانا في حد فصل جزء صغير منها والجزء دا فضل لازق في الأرك وما خرجش معاهم فبيتطوع ماركوس وبيسحف في المواسير عشان يروح لهناك وينقذ الناس دي وبمجرد ما بيوصل لهناك بيكتشف إن كل اللي كانوا في الجزء دا لسه عايشين والمفاجأة النقابي بتكون واحدة منهم وبنرجع للأرض وبنشوف كلارك وهي بتفوق وبتلاقي نفسها قدام أونيا والجيش بتاعها وبيجي واحد من جنودها اسمه تريستن عشان يتعرف على كلارك وبتعرف كلارك إن تريستن هو المسؤول عن قتلهم وأثناء ما هم بيتكلموا بتلاحظ أونيا وجود نار جاي من بعيد ونعرف إن دي علامة تحذير معناها إن فيه قبيلة اسماع الحاصدين جايين عشان يهجموا عليهم وفي الوقت دا بيوصل الجندي اللي عندهم وبعدها بشوية بتفوق كلارك وهي على حصان وبتكتشف إن الجندي اللي هي ركبة معاها يبقى لينكلن وبتعرف كمان إن فين لس عايش فبتستنتج إن لينكلن خان قابلته عشان يقدر ينقذهم وبتعرف كمان إن هو اللي أشعل ناري الإنذار عشان يشتتهم وبعدها بياخدهم لينكلن النفق مظلم وفي الوقت دا بتكون أونيا كشفت خطاتهم وبتبقى عايزة اتطردهم لكن الحارس الشخص بيطمنها وبيقول لها إن النفق اللي هما دخلو دا محدش بيدخله وبيطلع تاني سليم وبيقول لينكلن عارف إن دا المكان اللي بتتجمع فيه قبيلة الحاصدين ومع ذلك بيقرر إنه يغمر بنفسه عشان يلاقيهم ويخلي فين وكلارك يهربوا وقبل ما بيسيبهم بيديلهم عنوان قبيلة تانية وبيوعدهم من رئيسة القبيلة دي هتساعدهم فبتشكروا كلارك على كل العمل وبعدها بيروح لينكلن وبيقتل واحد من أفراد قبيلة الحاصدين عشان يجبر البقين إنهم يجروا وراءه ويفض الطريق لفنه كلارك وأثناء ما هما ماشيين في النفق بتشوف كلارك جسس لأشخاص كتير مرمين في كل مكان ولما بتقرب بتكتشف إنهم لسا عايشين لكن صحتهم ضعيفة جدا فاستغرب ومش بتفهم القبيلة دي بتعمل فيهم إيه بالضبط وفي نفس الوقت بيكون جون قاعد في المخيم وبيستغل فرصة إن مفيش حد حواليه عشان يقتل مايلز وده لإن هو كمان كان بيفكر يقتله لما خمنه إن هو لقتل ويلز وأثناء ما جون بيخنقه بالكيس اللي معاه بيكون جسبر معدي من جنبه وبيشوف كل اللي بيحصل فبيجري جون وبيمسك البندقية وبنعرف إن المكان اللي هما فيه حاليا هو جسم السفينة الفضائية اللي نزلوا بيها فبتيجي لجون فكرة وهي إنه يقفل باب السفينة عليهم ويحبس جسبر معاه عشان ما يحكيش للبقين على اللي حصل وبينفس جون خطته وبمجرد ما بتعرف ريفن باللي حصل بتقرر إنها تروح عند غرفة التحكم عشان تحاول تفتح أي باب من باقي أبواب السفينة التانيين وبيقرر بلام إنه يضحب نفسه فبيتكلم مع جون وبيعرض عليه يطلق صراح جسبر وفي المقابل ياخده هو ويحبسه وبيوافق جون وبنفع من عنده خطة جديدة للانتقام وفعلا بينفزه الاتفاق اللي ما بينهم وبيدخل بلامل عنده لكن المفاجأ إن جون بيديله حبل وبيكبره يشنق نفسه وإلا هيقتله بالبندقية وبيحاول بلامي يدفع عن نفسه لكن جون بيرفض أي مقاومة وبيكون مصر يقتله وفي الوقت اللي بيبدأ في بلام إنه يشنق نفسه بالحبل بتقدر ريفن هي ومونتي إنهم يفتحوا الباب فبيجري جون على القوضة اللي فوق في السفينة عشان يستخبى منهم وبالصدفة بيلهه قدامه قنبلة فبيقرر إنه يستخدمها عشان يفتح فاتحة في جسم السفينة اللي جنبه ويهرب وبتنجح ريفن وأكتافيا واللي معهم إنهم ينقذوا بلامي من الموت على آخر لحظة وبعدها بشوية بيوصل فينو كلارك وبيحكوا لهم على اللي حصل وبتقولهم كلارك إن ما فيش قدامهم حاجة تتعمل إلا إنهم يروحوا للقبيلة للينكل نقال إنها هتحميهم قبل ما الأرضين يوصلوا لعندهم ويقتلوهم وبالرغم من رفض بلامي للفكرة إلا إن كلارك بتصر وبتنجح في إقناع باقي المجموعة وعلى الأركب نشوف جاه هو قاعد يفكر وبيكتشف إن الأكسجين اللي معاهم مش هيكفي غير لواحد وخمسين ساع بس فبيكتمع بالناس اللي لسه عايشين من أعضاء المجلس بيقولهم إن الحال الوحيد اللي قدامهم دلوقتي بما إن ما فيش معهم أي صفن فضائية تنزل للأرض هي إنهم ينزلوا بالأرك نفسها وبالرغم من إن نسبة نجاح الفكرة دي هي 5% بس اللي إن ما بيبقاش فيه قدامهم حل تاني فبيضطر الكل نومي وفق وبنرجع للأرض وبنشوف ريفن وهي جاية عليهم من برها المخيم وبنكتشف إن جون ضربها بالنار لما حاولت إنها تطرد وفضلت تجري وراه فبتاخدها كلارك الجو عشان تعالجها لكن حالتها بتكون سيئة جدا وفي الوقت ده بتكون المجموعة جهزت نفسها عشان تسيب المكان في أسرع وقت ممكن فبيتحركوا كلهم سوى البرها المخيم لكن بيتفاجئوا بواحد من الأرضيين وبيعرفوا إنهم بدأوا الهجوم قبل معيده فبتبلغ كلارك المجموعة إن الهروب ما بقاش ينفع وحاليا ما فيش قدامهم حل إلا المواجهة وبيجري بلامي وبيجهز الأسلحة اللي معاهم وبيقترح إنهم بيطلبوا مساعدة من الحاصدين باعتبرهم أعداء للأرضيين لكن كلارك بتعترضوا بتقولوا إنهم أشرار جدا وأكيد مش هيوافقوا يبقوا معاهم فبتعرض عليهم ريفن إنهم يستخدموا كل البرود اللي معاهم ويعملوا قنابل تانية عشان لو الأرضيين قدروا إنهم يقتحم المخيم وقتها يبقى الحال الوحيد وإنهم يحبسوا نفسهم جوى جسم السفينة ويرموا القنبلة بره عشان تقتل الأرضيين فبيعجبوا كلهم بالفكرة وبيبدأوا في تنفيذها لكن المشكلة إن حالة ريفن بتسوق وبتبقى هي الوحيدة اللي بتعرف الطريقة اللي بتتعمل بها القنبلة فبيخاطر فن بحياته وبيقرر يسيب المخيم ويروح للمكان اللي بيستخبى فيه لينكلن عشان يطلب منه علاج وفعلاً بيتسحب فن لهناك وبيوافق لينكلن إنه يديله الدواء والتاني مرة بيقرر لينكلن يخون قابلته ويرجع مع فن عشان يساعدهم في الحرب وأثناء ما هما بيتكلموا بتيجي لفن فكرة وهي إنه يستعين بفكرة بيلمي ويروح عند الحاصدين يطلب مساعدتهم وفي المخيم بنشوف بيلمي وهو بيقمر باقي الشباب المسلحين إنهم يتجمعوا حوالين الصور عشان يبقوا جاهزين لأي هجوم وبعدها بشوية بيوصل الأرضيين للمكان وبيفضلوا يطردوهم وبتكون خطتهم هي إنهم يجبروا بيلمي واللي معاه يخلصوا زخيرة الأسلحة ووقتها يقدروا يهجموا عليهم ويقتلوهم وبعد شوية وقت بتنجح خطة الأرضيين وبتخلص الزخيرة فبيبدأ الأرضيين هجومهم وبنشوف واحد منهم وهو راح يطعن بيلمي بالرمح اللي معاه لكن أكتافيا بتوصل في وقتها وبتتصاب هي بالرمح وبمجرد ما بيوصل لينكلن للمخيم بيوعد بيلمي إنه هياخدها ويخليها معاه لحد ما الحرب يتخلص فبيشكروا بيلمي وبيودع أخته وبيسيبهم عشان يرجع يكمل للحرب اللي بدأوها ومع الوقت بيزيد اكتساح الأرضيين للمخيم وبيموت عدد كبير من الشباب لكن فين وقابلت الحاصدين بيجوا في الوقت المناسب وبنعرف إن فين قدر يقنعهم يسندهم في الحرب وبتدخل القابلتين في حرب مع بعض لكن مجموعة من الأرضيين بيتسللوا الجوه المخيم عشان يكملوا قتل في الشباب فبتطر كلارك إنها تلجأ لآخر حل ليهم وبتبدأ إنها تجمع الشباب كلهم في السفينة عشان يفجروا المنطقة اللي حواليهم لكن فين بيشوف بلمي وهو بيتهاجم فبيضحي بنفسه وبيخرج بسرعة من السفينة عشان ينقذوا واستقول المعارك اللي حواليهم بتطر كلارك إنها تقفل باب السفينة ويتسيب فين بره يموت معهم بالقنبلة وبمجرد ما بيقفلوا الباب عليهم بيكتشفوا إنه قنية قائدة الأرضيين قدرت تسلل لعندهم عشان تستخبى معاهم وبيقترح واحد منهم إنهم يقتلوها لكن كلارك بتمنعهم وبتأمرهم يربطوها عشان يحتفظوا بيها معاهم وبتبدأ كلارك تنفيذ الخطة وبترمي القنبلة وفعلا بيموت كل اللي فضل بره السفينة بلا أي استثناء وعلى الأرك بنشوف الأشخاص اللي باقيين بعد ما بيجهزوا للإنطلاق وبيكتشف التقن اللي معاهم إن وسال الإطلاق التلقاء اتعطلت ولازم حد يقوم بالمهمة دي يدويا وبنفهم إن اللي هيعمل كده لازم يروح عند غرفة التحكم وده معنا إنه هيفضل هنا لحد ما يموت ومش يرجع للأرض فبيتطوع ماركس إنه هو اللي هيضحي بنفسه وبيبدأ إنه يودع كل الموجودين معاه لكن قبل ما يخرج من سفنته بيكتشفوا إن الأرك خلاص تحركت فبيعرفوا إن وجهة قرر إنه يضحي بنفسه عشانهم وبيتواصل معهم جهة وبيعتذر لهم عن كل القرارات الغلط اللي أخدها قبل كده وبعدها على طول بيبدأ في تنفيذ مهمته وبيدوس على زر الإطلاق اليدوي عشان يبدأوا رحلتهم للأرض وبيفضل جهة على تواصل معهم لحد ما بتكلموا قابي وبتقولوا إن المحطة بتاعتها أخيرا وصلت للأرض فبيطلب منها إنها توصف له المنظر اللي حواليها وده لأن عمرو ما شاف شكل الأرض والنباتات وطول الوقت كان بيتخيلهم وبنلاحظ إنه متأثر جدا ومع ذلك بيبقى مبسوط بقراره وبيلاحظ ماركوس وقابي في دخان طالع من منطقة قريبة منهم فبيخمنوا إن دي محطة تانية من اللي نزلت معهم للأرض وبيقرروا إنهم يروحوا ويتطمنوا على اللي فيها وتاني يوم بتخرج كلارك واللي معها من جسم السفينة وبيتفاجئوا إن كل حاجة حواليهم متحطمة وأثناء ما هم منهرين على صحابهم اللي ماتوا بنشوف مجموعة شباب مقنعين وهم بيرموا عليهم قنابل غاز فبتقع كلارك واللي معها وبيفقدوا الوعي وبعدها بشوية بتفوق في مكان غريب وبتكتشف إن كل حد فيهم محبوس في قدر واحد وعن طريق اليفطل لبرة بتكتشف كلارك إنهم حالين في الحجر الصحي الموجود في منطقة مونت ويذر اللي كانوا بيدوروا عليها من أول يوم لهم على الأرض وبيخلص الموسم الأول من المسلسل